شاهد المفاجأة الكبيرة والصعيقة والتي ستهز كل المغاربة شاهد ماذا قالت الممثلة نوفيسة بن شهيدة بعد ظهورها بلباس البحر فاضح من داخل مسبح بالبيكيني أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط على ما تعجب بالفيديو على خطة غالبية فناناش أشارت الممثلة المغربية نوفيسة بن شهيدة جدلا واسعا عبر منصات تواصل اجتماعي بسبب ظهورها الأخير بالفيديو من داخل مسبح بالبيكيني خلال أحدث منشور لها بحسابها الرسمي لانستغرام ووتق مقطع فيديو ظهور نوفيسة بن شهيدة رغم كبار سنها من داخل مسبح بلباس البحر مكون من قطعتين فقط في فيديو أغضب العديد من مشابعيها الذين عاتبوا عليها الظهور بالمايو الذي كشف عن صدرها وكافة جسدها وهاجم عدد كبير من متابعي نوفيسة بن شهيدة عبر التعليق أكثرها كانت ناقدة للممثلة حيث علق أحدهم أنا بعد ذلك يبللي الفيديو ما خاصش تحطف مرة خليك محتار مراسك أو الناس محتار منك أحسن وجاء في تعليق آخر حرية ديالك ألا لنوفيسة بن شهيدة لكن كتخلي المخرجين الزام عليك ويتحرشوا بك جيتها مسكين المراهقة المتأخرة وبعد الدجة التي لحقتها نوفيسة بن شهيدة ترد على متقديها بفيديو مقتطف من مرورها مع الإعلامي مراد العشابي ببرنامج كاريزما حيث صرحت أن المايو هو لباس عادي مثل أي لباس آخر يسطر الجسم متسائلة لماذا لا يلام الرجال أثناء ارتدائهم لباس سباحة في حين تلام النساء فقط وعذافت الممثلة المغربية بأن واردتها في عقد سبعين ياش كانت ترتدي نفس الملابس معلقة بأن ما يمر به المجتمع المغربي حاليا هو رجوع للوراء وليس للتقدم ترجمة نانسي قنقر